تجاوز عدد اللاجئين في العالم حتى نهاية عام 2020 ما يقارب 80 مليون شخص ونسبة كبيرة منهم لم تتجاوز أعمارهم 18 عام وهو مستوى قياسي خاصة في زمن جائحة فيروس كورونا المستجد ولذلك تنضم برصة الكويت اليوم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقرع الجرس في يوم اللاجئ العالمي دعماً وتضامناً مع اللاجئين حول العالم تحيي الأمم المتحدة بشكل عام والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكل خاص اليوم العالمي للاجئ في عشرين ستم كل عام وهو يوم خصصة لاستذكار اللاجئين والنازحين وعدمي جنسي وطالبي اللجوء في العالم وما يعانون خلال رحلة لجوءهم من شتى المصاعب اللاجئة والنازح وإن كان ضحية للهجرة القصرية إلا أنه أيضا طاقة إيجابية في المجتمع في العالم هناك حوالي 80 مليون إنسان من هذه الفئات التي ذكرناها تقريبا 75% منهم إما خارجين من العالم الإسلامي أو موجودين في العالم الإسلامي مما يضع مسؤولية أكبر على مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم بورصة الكويت تقرع الجرس في بادرة رمزية منها للفت النظر لمثل هذا اليوم أو مثل هذه المعاناة وهذه المبادرة ليست غريبة عن مؤسسة كويتية لما عرف عن المجتمع الكويتي من نزعة إنسانية ومن تراث في مجال تقديم العون والإغاثة لكل من يحتاج بدون تميز وبدون تفرقة وهي أيضا رسالة لمجتمع الأعمال داخليا وأقليميا وعالميا من مؤسسة تاتهمية كمؤسسة بورصة الكويت أن العمل الإنساني ليس محصور في المنظمات الإنسانية فقط نشكر مرة أخرى لبورصة الكويت هذه الفرصة ونتمنى لهم التوفيق في جهودهم والسلام عليكم